اتهم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إسرائيل بصرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال منذ اندلاع هبة المواجهات في أكتوبر تشين الأولى الماضية ووجه رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى مجلس الأمن أشار فيها أن الفحص الطبي على جثث الشهداء أثبتت استئصال بعض الأعضاء منها وهو ما تؤكده تقارير سابقة عن صرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال من جانبه رفض السفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دون هذه الاتهامات في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة تانكيمون